مرحبا معكم محمد خلف وفي هذا الفيديو بدنا نناقش عن موضوعين مهمات في الاي اي اللي هم الكرياتيفيتي والبرودكتيفتي بالبداية بدنا نناقش موضوع الكرياتيفيتي زي ما احنا شايفين عنا في هون صورة رسمت ها عن طريق جيميني ادفانس اللي هو برنامج لجوجل المصاري جيميني ادفانس كتبت له انه هنا قبلله بالنسبة ايضا في سؤال بوجهنا هل كرياتيفيتي بقدر يسويها ال اي 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 او لا هو بس بعمل جنيريت لا أشياء ثاني يعني مثلا فلنفرض انه في لوحات عندك لبيكاسو وجهتنظر الاولى انه هو بعيد بس اشخاص معينين يعني بعيد الافكار اللي عملها بيكاسو وممكن يخلطها مع افكار موجودة فبقدرش هو ينتج انتاج جديد اللي هو الهيومن هادا اللي احنا بنفترضه. الافتراض الثاني انه لقدام رح يقدر يسوي هادا الاشي. تاني خطوة اللي هي البرودكتيفتي هلا البرودكتيفتي في كثير من الناس بيحكو لك انه الاي اي رح يزيد البرودكتيفتي مع الوقت بس انا بالنسبة الي نقطة البرودكتيفتي فيها اشي كثير مهم. اللي هي مع الوقت رح احنا ندرب داتا اللي هي داتا الهيومن. والهيومن في عندهم ارر. والايرر هذا رح يعتبره الاي اي صح. فما منعرف دقة الدياتا اللي رح توصل والافكار اللي رح توصل. فهل رح يكون هو برودكتيف ولا لأ. فلما يعطيك الاي اي يعمل لك جنريت لشغلك خطأ. انت لو اعمل لك هيها بسرعة او اعمل لك مثلا مئة الف شغلة وهي مش الدقة الكافية ومش البرودكتيفة الكافية بالنسبة لك. رح يكون البرودكتيفتي له قليلة. بس مع ذلك لحد ديت الان بزيد البرودكتيفتي للناس لو بدك تحلل داتا معينة بدك تعملها فلترينج بدك حل اي مشكلة معضلة بتواجهك باي برنامج في اكسل في وورد في بايثن برمجة في اي اشي ممكن يساعدك في بسرعة. ولقدام الفكرة هي رح توصل بالبرودكتيفتي انك تعطيه. مثلا زي ما بحكى الانك انك انت ممكن تعطيه التكست بالانجليش او بلغتك وهو لحاله رح يبرمج لك اياها رح يعمل لك ابليكيشن رح يعمل لك يعطيه التول الجديد الـ Next Generation من الـ AI Programming Tool رح تكون انه هو لحاله رح يطلع لك الابليكيشن هو رح حاله رح يطلع لك البايثون كود هو رح حاله رح يطلع لك الجافا كود او الويب سايت فهو من النسبة لنا عملت الفيديو فقط لغيره عشان اعرف ومش فقط عشان اعرف شو الاراء تبعتكم وشو ممكن يكون الفكرة من الـ Productivity والكرياتيفتي مع الـ AI versus الـ Human هل ممكن يبدلنا الـ AI يبدل الكرياتيفتي تبعتنا اللي هو بيختص فيها الـ Human عن الكل وهل ممكن يزيد الـ Productivity بحيث انه نحتاج لعدد اقل واقل من الناس ليعملوا عمل معين هيك بنكون خلصنا النقطتين هدول خلصنا الفيديو اليوم اذا عندكم اي كمان اي سفسار او اي سؤال او اي سيجسشن ممكن تكتبوا في الـ Comment section اذا بدك تشوف زيك فيديوهات فيك تعمل Like Subscribe ونشوفكم في فيديو القادم سلام